موسيقى 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 قال أغوصينوس قولا جميلا قال العهد القديم مثل قصر كبير مظلم عندما ندخله لنرى ما فيه من جمال وزخرف وتحف وآثاث ولكن إذا دخلنا القصرة ولا في يدنا نور نرى الجمالات التي فيه قال هكذا الكتاب المقدس إذا دخلنا إلى العهد القديم حاملين في أيدينا نور المسيح يشع ما فيه من جمال وزخرف ولا آل اجتثمينة وفي الواقع في العهد القديم أمور جوهرية رائعة عن الله وهي أساس إيماننا في العهد الجديد يعني الله الخالق الرموز التي تدل على الفداء كلها يعني لما كان فيه ذبائح حيوانية ما كان الغية منها تحضير الناس تمهيد قلوبهم لكي يقبلوا الذبيحة التي جاء يسوع يقدمها أي ذاته ويكون هو الذبيحة البشرية عن البشر تمهيدا لقبول هذا المبدأ كان النظام الذبائحي في العهد القديم كان العهد القديم الرموز وجاء العهد الجديد تحقيقا لهذه الرموز المرموز إليها فهنا جمال الكتاب المقدس ترجمة نانسي قنقر